سألخص هذه المواضيع في بعض النصائح الطبية أولاً، يجب أن نجعل الوزن منضبط نحاول بقدر الإمكان أن نقلل من السمنة نحاول بقدر الإمكان أن نلعب قليلاً رياضة حتى لو نمشي نصف ساعة كل يوم أو ساعة نحاول بقدر الإمكان أن نقلل الضغط العصبي علينا أنا أرى الكثير من المشاكل في العمل أو الحياة طبعاً، هذا الضغط العصبي يجعلها تشرب قهوة كثيراً شرب القهوة كثيراً، يتعب المعدة، المريء، القولون أساساً، تقلل من الضغط العصبي، حاول بقدر الإمكان أن يوم في الأسبوع مثلاً، تخرج أنت والأسرة وتغير جوه وتتصل إلى أحد أصحابك الذي يعرف أنه يغير الموت هذه الأشياء لها تأثير جداً جداً على الصحة العامة والمزاج العام السعادة مهمة جداً جداً لكي الجهاز الهضمي يكون رخر سعيد موسيقى